صباح الخير عليكم صباح الخير على صباح المشاهدين قناة الصحة والجمال مع برجامكم الجديد شباب لايف النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا وموضوع يخص كل الأسرة وكل أصحاب المعيشات في مصر أنا مصطفى كمالي ومعايا زميلي وأستاذي الكبير الأستاذ محمد كويدر حبيب أستاذ مصطفى أنا أسمح لي الله يخلي سياتك فان أنا أقول صباح الخير أعزائي المشاهدين صباح الخير مشاهدي قناة الصحة والجمال ومتابعي برنامج شباب لايف النهاردة في أول حلقاتي صوت الناس حبيب أقول كلمة المصر من أين نبدأ يا مصر بكلام وكيف نلقي عليك السلام قبل وقفة إجلال واحترام لأن في عينيك الأيام والأعلام والأقلام يا مصر أنت صاحبة القبول والجاه صباح الخير يا أرض الكنانة يا ناصرة الديانة يا حاملة التاريخ بكل أمانة تحياتي لحضرتك تحياتي ليك محمد إيه الجمال دا إيه الجمال دا أنا بحب أصبح لمصر في أول حلقتنا وإن شاء الله تبقى حلا جميلة لا يعني حاجة مبهرة مصر كبيرة جدا بشعبها وبناسها وحكومتها إن شاء الله هنتكلم بقى النهاردة بقى عن حاجة كبيرة جدا وهي أصحاب المعشات وفي أصحاب المعشات فيه قوانين جديدة طلعت في الوقت نفسه وفيه حاجات ظهرت حابين نتكلم عنها وفي نفس الوقت النقطة دي كتيرة جدا بناس بتتعاني كتير جدا من أصحاب المعشات في الفترة دي طب أنت إيه شايف حضرتك في الوضع الحالي أو القانين اللي بنقدر نبدأ بها أو الحاجات اللي خدثت الحكومة اللي نقدر نستفاد منها كأصحاب المعشات كبار سنة بالله بداية فئة أصحاب المعشات فئة لابد أن تكرم ونضعها فوق روسنا لأنهم أفنوا حياتهم وعمرهم من أجل خروج جيل قوة جدا في مصر فمن الطبيعي ومن الضروري أن هذه الفئة لابد أن نسعى جاهدين كأفراد وكمؤسسات دولة وكوزرات لحل مشاكل فئات المعشات بشكل نعم طبعا هو في بعض المشاكل البسيطة التي تواجه أصحاب المعشات مثل الإجراءات الورقية هو سن الستين وما فوق بيقابل مشاكل كبيرة جدا في إزاي يجري ويخلص الورق ما عندوش القدرة إحنا شباب ممكن نساعدهم دي نقطة نقطة الثانية برضو بتقابلوا مشاكل انتقاله من منزله لحد حتى يصل لمنفذ صرف المعاش بتاعه بيجيط صعوبة دي نقطة النقطة الثالثة ما بيقدرش يتحمل الزحام ولا الصبر يعني فأنا بقول بضروري ان احنا نسعى ان احنا نحل مشاكل أصحاب المعاشات ان احنا نحل لهم مشاكلهم ونوفر لهم الإجراءات والمطلوبة لتوفير معاشات يليق لحياة كريمة لصاحب المعاشات تمام طيب احنا عندنا دلوقت في الإدارة الحكومية المصرية في ملف الخاص بالزبط برضو في موضوع المعاشات فيه قوانين كتير جدا قدمتها الحكومة المصرية في نفس الامر ده طيب فيه طبعا دور النقابات مع أصحاب المعاشات دور الحكومة المصرية التعاون المكتمل اللي حاصل في رفع كفاءة ورفع الأدوات الرسمية مع الأزمة او احنا منقولش ان هي أزمة لا ده هي رفع كفاءة لموضوع نفسه يعني الموضوع ده أصحاب المعاشات بيعانوا منه كتير بس الحكومة قدمت باع كبير جدا في الموضوع ده حضرتك شاف ايه هي النقط اللي احنا نقدر نتكلم فيها مع المستفيد اللي هو يقدر يستفاد بيها طبعا دولة سبحان الله يعني هي تعمل جاهدا من أجل أصحاب المعاشات لأن أصحاب المعاشات فئة عظيمة جدا لا بد أن نردوا لها جميل ونسعى جاهدين كلنا كفاءة مجتمع إن احنا نحل مشاكلهم في قانون 2020 لأصحاب المعاشات والتأمينات القانون ده جميل جدا اتكلم أصدر قرار أنه هو بداية من سنة ستين حتى سبعين يعافى نص التذكرة يتم دفعها في المواصلات العامة والسكة الحديدية من سنة سبعين وما فوق يعافى تماما ده قرار 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 إداري من الدولة ده الدولة عملا لرد الجميل لأصحاب المعاشات فمجرد بس يطلع صورة البطاقة أو بطاقته مجرد يتم إعفاوة طيب لو موجود معنا القرار يا ريت نشوفه على الشاشة في نقطة تانية برضو يعني الدولة دلوقتي بتسعى أنه هو أصحاب المعاشات المرضى والعاجزين الغير قادرين أنهم يقدروا يروح يبضوا معاشهم شوف الجمال بقى يعني قالك الموظف حيروح لحد عندك حيروح لحد عندك ويديك المعاشة بتاعك لأن يعني إكراما للدور العظيم اللي أنت قدمت في الدولة وأنا هجيلك لحد عندك دي نقطة نقطة التالتة بينقشوا يعني مراحل إن شاء الله في زيادة للمعاشات في الفترة اللي جاية إن شاء الله دلوقتي الدولة عملت شيء جميل جدا الموقع الإلكتروني في الوزارة دلوقتي ممكن بدلا ما يروح ويخلص ورقه ويجري لا دا ممكن تقعد في البيت تستعلم وتقدم وتعمل تظلم طبعا الحكومة المصرية في الموضوع دا بنفسه يعني هما قدموا اكتراحات كتير جدا ولا بتشغل فيها يعني الدولة نفسها بتمارس الوضع دا دلوقتي مع صحاب المعاشات يعني تحويل المعاشات كإلكتروني المعاملة الإلكترونية عدم الإزدحام اللي موجود في الأماكن اللي أنت بتصرف مها المعاشات بتاعتك تراجع تماما الموضوع الإزدحام بدأ الموضوع يوصل للموضوع الإلكتروني ود الدولة أي معالي حاليا في الوقت بالفعل تم فندم دلوقتي كل المعاشات التامنات والمعاشات الضمانية كلها إلكتروني يعني دا في معاش في تضامن الإلكتروني اسمه التكافل وغرامه خاص بزوء الاحتجاجات الخاصة وخاص بالأصحاب المعاشات فالفترة في الدولة بتسعى جاهدا لحل مشاكل أصحاب المعاشات وبإذن الله تعالى الفترة القادمة في بداية أول العقادة لمجد الشعب نأمل أن يبقى فيه قرارات جديدة تخص أصحاب المعاشات طبعا ديت برضو أصحاب المعاشات من أهم أهم الفئة اللي موجودة اللي بتقوم عليها الدولة دلوقتي في الفترة ديت أن هي بتدعم بها حاجات كتير يعني مؤخرا شايفين فيه قوانين كتير جدا دعمة لأصحاب المعاشات ومش رفع كفاءة أو رفع زيادة الأجور فقط لغير عشان خاطر طبعا للناس ديت يعني قدت باع كبير جدا للدولة طبعا منهم الموظفين في الإدارة الحكومية ومنهم في القطاع العام والقطاع الخاص لكن الحكومة بتميز كل الشعب أن أصحاب المعاشات هم دولة اللي فوق الستين سنة الباع الكبير الستين والسبعين سنة اللي أنت قدمتهم عطاءا للدولة لا إحنا بنقف جنبك بنسندك بها يوم راضي بميل لازم كلنا نقف جنبهم أنا بس عايز أقول يعني شيء يعني أنا إحنا كموسيسات دولة وكأفراد لازم نسعى إن إحنا يتم رفع الحد الأدنى لأصحاب المعاشات حتى يعيش حياة كريمة دلوقتي إحنا نكون واضحين مع بعض أصحاب المعاشات هو في سن صعب جدا محتاج العلاج ومحتاج وسيلة انتقال من بيته لأي منطق بيبقى محتاج رعاية خاصة فالمعاش ممكن بيكونش بيكفيه إحنا نأمل إن شاء الله المعاش يكفيه بيحس يعيش حياة كريمة ده أقل شيء لراضي الجميل يعني أكيد طبعا طيب خلينا نقول لأساس محمد إن فيه طبعا حاجات كتير جدا بتتقدم لأصحاب المعاشات مش مديات بس لا ده فيه أدوات تانية بتستخدمها الحكومة وبتعرضها على أصحاب المعاشات زي الخدمات الصحية الخدمات التأمين جانب الخدمات المالية طبعا لرفع الأجور المتوسط طبعا عايز أقول لحضرتك على حاجة كده نتكلم مع بعض فيها هل أصحاب المعاشات أول ما بيخلص المعاش بتاعي ويطلع هل لي دور كمان يعني فيه ناس تقول لك لأ أنا خلاص أنا كده طلعت معاش أخذ المعاش بتاعي هل لي دور كمان معايا ولا هيوقف كده موضوع جميل جدا 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 وأنا أكلم فيه بكل أريحية أنا عايز يعني يعني عايز أطبطة بع أصحاب المعاشات الموضوع اجتماعي بحث نفسي بحث أنا عايز أحس وحسس أصحاب المعاشات إن أنا معاك وجنبك وبكلم معاك لو كي فيه أندية اجتماعية أنا ممكن أضمهم جنبي وضمهم عشانه وأتعلم منهم لأن الناس دول أفنوا حياتهم عشان يعلموني أنا شخصيا أنا بأعطي بالنفسي خادم ليهم بأفتخر جدا لما لاقي أنا هحكي موقف صغير اسمح ليس المصطفى دي رسالة لأي موظف أنت لو لقيت أي شخص فوق سيني ستين قعد جنبه واسمع له وحلي مشكلته أنا كنت داخل للبريد بالصدفة لقيت سيدة قعدة كده فقلت أعود جنبها قلت لها ماما في قالت لي أنا بقالي ثلاث شهور رايحة جاية مش عارف أضل ما عايش خدت البطاقة اكتشفت أن هي فيه أخطاء بسيطة في تصحيح بنات وصار في الثلاث شهور ومشت أنا عايز أقول لكل موظف تتعامل مع صحاب المعاشات بعلاقات إنسانية تعتبر والدك والدتك أكيد كمستمعينا الكرام للأسف يعني الفقرتنا انتهت لكن الموضوع فيه بقعك بيت كمال ونقدر نتكلم فيه بأكتر صور من الصور دية لكن زي ما بدأنا بالسلام ننهي بالسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتظروا الفقرة الثانية شباب لايف